موسيقى رايز أب بالزاد لأن أهدافه قريبة جدا من الأهداف بتاع البيبسي هي تطوير المهارات وخاصة للشباب فريز أب بيدي فرصة للشباب يجوا يشوفوا أفكار بعض يتكلموا مع بعض ويتكلموا مع مختصين سواء محليين أو عالميين عن المشاريع بتاعتهم وإزاي يقدروا يطوروا المشاريع بتاعتهم عشان كده إحنا بقلنا أربع سنين بنرعى رايز أب ومش بس بنرعى إحنا بنيجي كمان بمسابقة الابتكار بتاعت بيبسيكو واحدة من النجاحات اللي أنا بعتبرها وفرحان بيها قوي وابتدت من رايز أب هي فكرة شركة سنوشنز اللي هي بتحول الطاقة الشمسية لطاقة أو كهرباء وقدرنا من خلالها إن إحنا نشتغل معاهم ونطور الفكرة من فكرة على ورق لفكرة حقيقية لدرجة إن إحنا دلوقتي بنشتغل معاهم في برنامج الليتر أوف لايت عشان ننور قرى الصعيد وقدرنا نوصل لعدة قرى ومسينا أكتر من 17 ألف من السكان الصعيد اللي كانوا عايشين في الضلمة ودلوقتي عايشين في النورة السنة دي الفكرة بتاعتنا مختلفة شوية هي ابتكار لكن في صناعة أو قطاع الأغذية الخفيفة عاوزيننا الشباب يفكروا معنا إزاي إيه من ناحية المنتج من ناحية الباكيجينج من ناحية الديجيتال إزاي نطور قطاع الصناعات الخفيفة إحنا بنلونش الإفنت النهاردة وإن شاء الله عندنا ثيرت بارتي اللي هو أهيد оф دي كيرب هياخد الشباب في ووركشوبس عشان يطور الفكرة بتاعتهم وإن شاء الله نطلع عشر أفقار يقدموها لللجنة بتاعت بيبسيكو ونختار الأفقار اللي هي هنكمل معهم طيب بالنسبة للفايزين إن شاء الله إحنا هنبعتهم كورس خمس أسابيع في أكبر جماعات الانترپنورشيب اللي هي IE في اليو كي ودي متخصصة في الانترپنورشيب ورواد الأعمال عشان تاخد الفكرة بتاعتهم وتعلمهم إزاي ياخدوها في كل المراحل لغاية لما إن شاء الله تبقى فكرة كبيرة وشركة كبيرة إن شاء الله فإن شاء الله أنا ريلي مبسوط جدا مبسوط جدا متشوق جدا عشان أشوف أفقار الشباب اللي إن شاء الله هتبقى خير احتفال بالسبعين سنة بتاعة بيبسكو في مصر إن يبقى فيه منتج معمول من كوادر مصرية شباب مصرية نقدر نضيفه للبرتفوليو بتاع بتاع شبسي وبحيي القائمين على رايزب على المجهود الجميل ده وإن شاء الله دايما يلا ترجمة نانسي قنقر